الآن نجي إلى قبل أن نروح للحل نتكلم عن تأثير ذلك على الأطفال الأطفال إذا يعيشون في بيت كله صراخ وكله هواش بين الأم والأب ويش بيصير؟ بيصير كأن رب أولادنا في حق الألغام كحين ينفجر لغم ويش بيصير أن أولادنا؟ على مستوى التفكير والتعليم بيصير عندهم انفصال في التفكير يعني يحضر المدرسة وهو شارد الذهن المدرس يشرحوا هذا باله ما يفهم على مستوى الحالة النفسية بيصير عندهم اكتئاب بيصير عندهم عقد لأن الطفل في طفولة ما شعر بالرحمة الأم من باع رحمة الأب من باع رحمة وإذا بهما في البيت كل ذئاب كله وحش كله هواش فما بيعيشون حالة سوية يوم اللي يصيرون مراهقين بيصير مراهقة يسمونها مشاكسة تحب المشاكل صارت عندها عضلات أحيانهم بيسوي مشاكل أيضا بيصير عندهم حالة من الأنانية لأنه يشوف أبوه يهم نفسه أمه يتهمها نفسها هو أيضا بيصير هكذا اللي ينكبر ينضل للزواج نظرة سلبية نظرة فاشلة بسبب ما كان يشاهده في الطفولة الآن نقطة الأخيرة